حققت خطة التعافي الاقتصادي حتى نهاية الربع الأول من عام 2022 نجاحا بارزا حيث نفذت 16 مبادرة وذلك ضمن 27 مبادرة تندرج تحت 5 أولويات تتضمنها خطة التعافي الاقتصادي نعم فقد سهمت هذه الانجازات في تحسين أداء المؤشرات الاقتصادية والذي شهد نموا ملحوظا في عدد من القطاعات من أبرزها السياحة والتجارة والخدمات المالية والقطاع العقاري مع إطلاق خطة التعافي الاقتصادي في إكتوبر من العام الماضي والتي أعلن عنها مجلس الوزراء الموقر وانطلقت بعدد من المبادرات الهادفة إلى تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين عكفت قطاعات المملكة المختلفة على العمل على تفعيل الأولويات الخمسة التي ركزت عليها الخطة حيث وضع التصور متكاملا يركز على خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعالياتها لاستقضاء بالاستثمارات وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وتنمية القطاعات الواعدة بما يحدث إلى نمو ناتج محلي الإجمالي غير النفطي وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024 هذه الخطة تضمنت العديد من الاستراتيجيات الطموحة لتحقيق تطلعات مملكة البحرين التنموية المنشودة حيث تهدف خطة التعافي الاقتصادي لتعزيز الاستقرار المالي عبر قطاعات الدولة الانتاجية والخدمية والاقتصادية من خلال اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد إن المتتبع لجهود الحكومة بمختلف قطاعاتها يجد أنها في فترة وجيزة تمكنت من إنجاز عدد من البنود التي تضمنتها الخطة ما يؤكد على أنها تمضي قدما لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام وتعزز سبول إيجاد وظائف للمواطنين وتطبيق إصلاحات أساسية في المجتمع وفي السوق المحلية واحتياجاته التنموية ترجمة نانسي قنقر